بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للناس أجمعين محمد وآل وصحبه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أتحدث فيها عن صفحات من التاريخ الحديث وخصصتها للحديث عن احتلال إنجليزي لمصر وكنت تحدثت الحلقات الماضية عن خداع إنجلترا العالمي كله وأن زعموا أنهم يردون الخروج من مصر بأسرع ما يمكن في هذه الحلقة سأذكر في الحلقة الماضية ذكرت أن هذه مزاعم لا تثبت لكن في هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله تعالى بعض الحلقات القادمة سأذكر وضع مصر بعد الاحتلال وكيف أن الإنجليز حاولوا بكل جهود مطاقتهم أن يثبتوا أقدامهم في مصر وماذا صنعوا من أجل ذلك من الأشياء التي بادروا لصنعها أوائل ما صنعوا أنهم أرسلوا لورد اسمه لورد دوفرين تذكرون لورد دوفرين كان هو المسؤول عن مفاوضات إسطنبول مسؤول الإنجليزي في مفاوضات إسطنبول ومجتمع الدول الست الكبرى روسيا وإنجلترا وفرنسا ونمسا وإيطاليا وإلمانيا في إسطنبول ليقرروا شأن ما سمي أنا ذاك بالمسألة المصرية تذكرون هذا ربما في الحلقات السابقة كان ممثل إنجلترا اللورد دوفرين وهو رجل مخضرم ثعلب سياسي محنك كان سفيرا لإنجلترا في روسيا ثم سفيرا لإنجلترا في إسطنبول وكلا منصبين لا يشغلهم إلى رجل يكون قطبا في السياسة ومحنكا إلى درجة بعيدة اللورد دوفرين أرسلته إلى مصر ليكون مندوبا ساميا بريطانيا أول مندوب سامي بريطاني في مصر ورسلته بعد الاحتلال فقط بخمسة واربعين يوما في نهاية أكتوبر سنة 1882 1299 هجريا وللأسف الشديد أنه استقبل استقبال الأبطال العظماء فإن البارجة محمد علي في اسكندرية أطلقت المدافع احتفالا بقدومه قدم بطريق البحر طبعا أنا ذاك ما كان فيه طائرات ولا شيء فاحتفالا بقدومه واستقبل استقبالا كبيرا جدا هو وزوجته وعد قطار خاص لنقله إلى القاهرة واستقبل في القاهرة استقبالا عجيبا ذو الفقار رئيس تشريفات وشريف باشا رئيس الوزراء ورئيس البوليس أو رئيس الجيش البريطاني جنرال أليزون في مصر وثل كبيرة من رجال الإنجليز سواء كانوا سياسيين أو عسكريين وثل كبيرة من المصريين سواء كانوا عسكريين أيضا أو سياسيين والأعيان والكبار كلهم هرعوا لاستقبال هذا الرجل وقالت الحكومة الإنجليزية هذا الاستقبال حافل باتفاق مع المصريين من أجل بيان عظمة هذا القادم ومن أجل أن تعنوا له الجباه وترمقه الأعين باحترام كبير ومن أجل ينفذ ما يريد بعد ذلك وفعل هذا الذي جرى اللورد دوفرين جاء وفي جعبتي مخطط لمصر كيف يستطيع أن يجعل مصر تابعة لإنجلترا يستفيد من ثروات مصر ويسرق قدر استطاعته من مصر كل هذا كان طبعا مخططا له بمجيء هذا مندوب السامي البريطاني وكلام طويل في استقباله وكلام يدمي القلب أن ما أريد أن أتحدث أكثر من ذلك يمذهبوا به إلى قصر النزهة في شبراء حيث أعد لإقامته وهذه أول مرة يستقبل فيها غاز في العالم الإسلامي هذا الاستقبال حافل عجيب المهم تكلم الرجل أجرت معه أحاديث وتكلم أفصح عما في قلبيه عن مهمة التي جاء من أجلها التقرير تكلم في تقريره أن مصر ليست بحاجة إلى جيش قوي ولا كبير العدد هذا يعني اقترح أن يكون جيش في حدود ستة آلاف قال مصر محاطة بجهاتها الثلاث بصحاري ولا تحتاج أصلا إلى جيش يعني إنما تحتاج إلى قوة تضبط أمنها فقط الداخلي انظروا يريدون أن يضبطوا الأمن الداخلي حتى يخلو لهم الأمر في مصر وحتى يستطيعوا السيطرة على مقدراتها وثرواتها أما للخارج فبريطانيا تتكفل بحماية مصر من الخارج ما يحتاج إلى جيش هكذا النظرا ولابد أن يتولى قيادته ضابط إنجليزي وسيأتي في الحلقة القادمة من موضوع جيش وتحطيم الجيش المصري ويعاونوا أيضا ضباط إنجليز ضباط المصريون ليسوا موجودين في قيادة الجيش وتكلم عن البوليس وطلب أيضا يكون رأس البوليس والشرطة يعني قيادة إنجليزية محضة المصريون لا وجود لهم ها هنا انظروا إلى إنجلترتي جاءت لأجل أن تخرج بعد قليل كما ذكرت ذلك لكم في حلقة السابقة كما زعموا يعني وجرد اللورد ديفرين مصر من كل قوة عسكرية حربية تستطيع أن تقف وجل الاحتلال بعد ذلك وكانت يلقاعدة المتبعة طوال مدة الاحتلال إقصاء المصريين وإعلاء شأن الإنجليز في الجيش المصري وأيضا لما تحدث عن النظام الدستوري قال مصر ليست كفأا الآن لأن يقوم فيها مجلس برلمان ومجلس نيابي هكذا استهانة بقدرات الشعوب استهانة بثقافة في مصر مر عليها منذ عهد الخديو سعيد الف وثمانمية وستة وستين يوم أنشأوا مجلسا يعني بدايات المجلس النيابي هذا كلام يقوله في اثنتين وثمانين يعني حوالي ستة عشر عاما مر على إنشاء المجلس والمصريون فعلا امتدأوا يعتادون على هذه المجالس لكن مع ذلك يقول إن مصر ليست كفأة لأن يقام فيها هذا هو مجالس السابق كانت مجالس أعيان وكذا ولم تكن مجالس سعبية حقيقية هكذا قال وما كان تمثل للأهالي أيضا ويعني بعد ذلك طبعا رسم نظام مجلس سماه مجلس شور القوانين وجميع العمومية ومجالس المديريات وهو النظام الذي اعتمده الخديوي بعد ذلك لأن كل النصائح التي يبذلونها كانت قرارات تنفذ مباشرة اقترأ القضاء المحاكم أصدر لائحة جديدة تضبط سير المحاكم والقضاء وأسند وظيفة النائب العمومي التي كانت وظيفة مصرية طبعا كان يديرها إسماعيل يسري باشا فيما أذكر نعم أوعز بأن تسند إلى بنسوين ماكسويل نائبا عموميا في مصر وإن الله وإن إليه راجعون هذا الذي جاء من أجل تخليص مصر الإنجليزين جاءوا من أجل تخليص مصر من العصيان والفتنة وتثبيت الخديوي والخروج بعد ذلك ما يريدون أن يجلسوا انظروا كيف يمهدون لأنفسهم وسيأتي أكثر من ذلك كلام كثير جدا في هذه القضية ودخلت حطمت الجيش بريطانيا حطمت الجيش المصري وسيأتي طرائق تحتهم الجيش المصري لأهمية هذا الأمر في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أيضا المجلس الدستور لم تعمل بدستور الدستور الذي كان تطلع إليه المصريون ووضع في أواخر الثورة العرابية واستقر البرلمان عليه وبدأوا يعملون ألغي طبعا وضع الدستور نظام خاص آخر يجعل سلطة الأمة معدومة عمليا لا قيمة لها والأمر كله بيد المحتل الإنجليزي وطبعا كالعادة صدر المرسوم الخداوي بهذا الخداوي ما كان فقط إلا يصدر مراسيم هذه مهمته أما كل الاختراحات التي عبارة عن قرارات وليست فقط اختراحات أو توصياتها قرارات يوقع عليه الخداوي ويصدر بها مرسوما حفظ نماء وجهه وإظهارا أن ما زارت مصر تحت حكم الخداوي الذي هو يعني معين من قبل دولة عثمانية وأن مصر ما زارت عثمانية يعني ضحك على الناس وخداع للناس شكل عجيب وعجيب جدا أيضا مما صنعه أنشأ مجلس شورى القوانين وجميع الأمومية الإنجليز صنعوه ومجلس ليس له أي سلطة فعلية إنما كان لمدة أكثر من عشر سنوات كان أصحاب هذا المجلس أو النواب في المجلس كان يرون أنفسهم مجرد موظفين عند الحكومة لا يجرؤون أصلا على مناقشة الحكومة في شيء كانت مهمتهم فقط تصديق على القوانين عشر سنوات كاملة الأولى من احتلال ما كان لهم أي قيمة لأعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية اقتصر نظره أن يعرض عليه مشروعات الحكومة تقدمها وهو يوافق هذا مهمته طيب وإن كان له اقتراحات لا يسمع لها طبعا ولا تنفذ كانت اقتراحات إن كانت اقتراحات تضر بمصرحة بريطانيا في مصر وهذا أصلا ما كان موجودا ما كان أحد يجرؤ أن يقدم اقتراحا يضر ببريطانيا في مصر وساد الأمة هون النقطة المهمة ساد الشعب المصري حالة عامة من استياء والخنوع والاستسلام عشر سنوات بدأ بعد العشر سنوات الأولى بدأ المصريون يستيقظون وبدأ يتحرك المصريون إلا في قضايا سأذكرها الآن خلال العشر سنوات جرت سأذكرها الآن إن شاء الله تعالي لكن هذه الوصف العام للشعب المصري والاندهاش الذي استولى عليه بعد سقوط العرابي ومجموعاته وتمكن إنجليسي مصر والخداوي كان موافقا لهم بل عميلا واضحا لهم يعني الشعب المصري أصابوا كما قلت لكم هذا الاندهاش العام والذهول مدة عشر سنوات ما حصل هناك تطور فعلي وارتقاء فعلي في الحالة المصرية آنذاك إلا في بعض القضايا القليلة سأأتي عليها الآن إن شاء الله تعالى بعد خليل أيضا الميزانية حصل فيها عجز وعجز كبير وتقلصات كبيرة جدا يعني العجز كان يعني كان الإنجليز يقترضون من أوروبا يسمى كان القرض المضمون باسم المصريين ليس باسم الإنجليز المحتلين انظروا لما يجري يعني الوضع صعب أنت بلد محتلة لتحتلين بلدا آخر من أجل إنفاق على البلد يقترضون باسم أهل البلد بفوائد ومن بلادهم يعني هذا من عجائب من أجل الإنفاق على المصريين موظفين وبقائه الجيش وإلى آخره هذا كله يعني هذا ما يحز في النفوس وهو غبن شديد هناك بعض القضايا سأتي عليها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل أيها الأخوات توالت الخداعات الإنجليزية للمصريين وتوالت الخطوات التي تهدف إلى تثبيت حكم الإنجليز في مصر تثبيتا نهائيا على رغم الخداع الذي كانوا يخدعون به العالم أن ذاكنا مردون خروج من مصر وجدت وزارات وزارة نوبار باشا الأرمني النصراني سقطت بعد ذلك جاءت وزارة رياض باشا في عهدها عوين أول مستشار قضائي في وزارة الحقانية يعني وزارة العدل أول مستشار قضائي إنجليزي وأي شيء اسمه مستشار في أي وزارة يعني هو الوزير الفعلي والوزير لا قيمة له فعوين مستشار في وزارة التعليم ودنلب القسيس وسيأتي الحديث عنه عوين مستشار في الحقانية وهو إنجليزي أيضا عوين مستشار في معظم الوزارات المهمة وهذا المستشار هو الحاكم الفعلي في الوزارة والوزير لا قيمة له أبدا هذا الذي يقولون يخدون العالم به أنهم يريدون من مصرين أن يحكوا أنفسهم بأنفسهم ثم جاءت وزارة مصطفى فهمي باشا وكان من العمالة بمكان عبر عنه ألفريد ميلنر بقوله إن هذا هو الوزير الذي تنشده بريطانيا رئيس الوزراء مصطفى فهمي باشا هو الوزير الذي تنشده بريطانيا تريده لأنه ما كان أبدا يناقش الإنجليز في شيء بل كان إنجليزيا أكثر من إنجليز ملكيا أكثر من ملك كما يقولون وكانت وزارته أوج السلطة للاحتلال البريطاني وبقي تولى الوزارة إلى أن أقيل ثم عاد ثم أقيل ثم سقطت وزارته بعد ذلك في 1908 فوزارته نسبيا من أطول الوزارات في تاريخ مصر وما سقطت إلا بعد اجتداد الحركة الوطنية وسأتي كرام عليها إن شاء الله وتعالى كما قلت لكم الأمة في الحقيقة أو الشعب كان مذهولا ما بدر منه بوادر حياة إلا في استقالة شريف باشا يوم أجبر المصرين عن إخلاء السودان يعني بعض القضايا الخفيفة أيضا سأتي عليها الآن محمد ثابت باشا استقال أيضا كرئيس وزراء احتجاجا على بعض الأمور لكن كانت العجلة تدور بدون أي كلفة للإنجليز بدون أي مضايقة حقيقية للإنجليز وكبراء البلاد وموظفوها وأعيانه أخذوا يتنكرون الحركة الوطنية للأسف الشديد ويوالون الاحتلال ويبغون الزلفة لديه وعمل الاحتلال من ناحية على توطيد هذه الحالة النفسية فلا يرقى في الوظائف إلا من يعرف عنه الموالات الإنجليز والبعد عن الميول الوطنية وهبت مستوى الوطنية في النفوس وظهرت جبن والنفاق والتزلف للإنجليز والذل والرياء وعمة الأنانية والنفعية هذا يقول مؤرخ مصري عبد الرحمن رافع حتى لا أحد يتهمني بأني أنا أتحدث عن المصريين حديثا ربما صعبا وكذا أولا أنا ما أعمل في المصريين أنا أقول موظفي دولة آنذاك أنا أتحدث عن موظفين وتحدث عن طبقة معينة محدودة لا جرم أنهم كانوا كذلك لكن لا شك أيضا أن في المصريين أبطالا وأن في المصريين شجعانا وأن في المصريين لا يرضون عن هذا الذل لكن ما كان ممكن لهم أنا أتحدث عن الذين ممكن لهم حتى لا يساء فهمي الإخوة والأخوات وأن عدم الوفاء والإخلاص وأن عدمت الكرامة والمروءة وفقدت الأخلاق الكريمة إلى جانب الدين طبعا يعني الدين ما كان متحكمة في البلاد أبدا وهذا أمر أنا ذكرته قبل ذلك الإسلام كنظام سياسي كنظام اجتماعي حاكم كنظام عام شامل لأمور الدين والدنيا ما كان ظاهرا أن ذلك أبدا يعني إلى ذلك الوقت ما كان ظاهرا وتضائلت الروح الوطنية في النفوس وعدم الاكتراث صار علامة لأكثر الشباب الجيل والجيل الذي تلاه وصار هناك زراية من مبادئ الوطنية وقلة الإخلاص للبلاد ودرج الناس على هذه الحالة وصاروا يتهافتون على موائد المحتل أيضا ساعدا انتشار هذا الفساد إلغاء الجيش المصري وسأتي عليه إن شاء الله تعالى وفي الحلقة القادمة تصوروا يعني المظاهر التي كانت ستفز الشعب الخديو بعض كبار الأعيان في مصر قدموا في سنة 1882 سنة الغزو هدايا للقواد البريطانية الذين انتصروا في الحرب العرابية تصوروا يعني الأعيان المصريون يقدمون هدايا للإنجليز المحتلين جزاء احتلالهم بلادهم استعرض الخديو الجيش الإنجليزي في ميدان عبدين على إثر إخماد الثورة وأقام مأدبة فخمة تكريما لقواد البريطانيين في ذلك الحين وأنعم على ضباط جيش الاحتلال بالرتب والنياشين ما هذا الذي يجري فوضى فوضى فكرية عجيبة ضباط الاحتيازين احتلوا بلدك تنعم عليهم بالرتب والنياشين ما هذا جنون سنة 1891 أقام الجنرال دورمر قائد جيش الاحتلال ليلة راقصة حضرها الوزراء وكبار الموظفين المصريين وعدوا دعوتهم لهذه الليلة تكريما وتعظيما وإن الله وإن إليه راجعون 13 فبراير 1891 أقيمت في ساحة عبدين أمام السراي الخديوية حفلة رسمية لجيش الاحتلال لمناسبة تسليم الأعلام لأحد فرقه أشرف الخديو والوزراء على هذه الحفلة من السراي واعتاد الجيش البريطاني في كل عام في ساحة عبدين عن الاحتفال بعيد ميلاد الملكة فيكتوريا تصوروا وبرئاسة اللورد كرومر المعتمد البريطاني بعد ذلك واعتاد الشعب أن يرى الجيش المحتلين محاطن بأبهى صور التكريم والتأييد وكأنه من صميم البلاد وكأنه ليس غاصبا للبلاد وحقوق البلاد وألغي الدستور وسلخ السودان من مصر وألغي الجيش وأعلنت الحكومة البريطانية إصرارها على وضع مصر في شبح حمايتها وأيضا برقيات وصلت لرؤساء الوزراء المصريين ينصحون فيها باتباع سياسة الإنجليز ينصحون وإلا طبعا الإقصاء والإبعاد إذا ما تبعت النصائح وتولى الإنجليز كبرى المناصف في الحكومة ووضع أيديهم عليها ومع ذلك ما تحركت روح المعارضة في النفوس بشكل جيد كبراء مصر وخاصتها ومظفوها وأركان دولتها كانوا في حالة السسلام تام بعد ذلك بعد الاحتلال وانهزام الثورة العرابية لم يكن في أي مظهر مظاهر مقاومة أو الحياة لا دعوة للجهاد ولا اجتماعات سياسية ولا خطب ولا معارضات أبدا الصحف موالية للاحتلال بشكل عجيب وبعض الصحف القليلة كانت تعارضه وتعطل وسأتي في حلقة خاصة عن قضية الصحف الصحيفة الوحيدة كانت تهاجم الاحتلال هي العروة الوثقة في باريس ما كانت في مصر وثم عطلت بعد ذلك يعني طبعا تألفت في أثناء العشر سنوات الأولى تألفت بعض الجمعيات السرية لمقاومة الاحتلال ومحاورة اغتيال توفيق وإزعاج المحتلين يعني في الحقيقة الاحتلال سرع بالقضاء عليها ما عندنا معلومات مفصلة عن هذه الجمعيات ومن قايم عليها لكن كانت جمعيات أيضا تتيح الفرصة المسلم واليهودي والنصراني يدخل فيها وأن يعارض لكن هل هذه الجمعيات كان لها أثر هل لها عمل قوي هل لها في الوثائق التي طلعت عليها ما هناك شيء واضح في هذه القضية أيضا كانوا يتكون على الدولة العثمانية دولة العثمانية كانت أضعف من أن يتكع عليها وفرنسا وفرنسا كانت موالية لإنجلترا في الحقيقة ومهنئة لها وإن كانت تظهر المعارضة على على الاحتلال الإنجليزي لمصر هذا ما حدث في الحقيقة بعد نهاية الثورة العرابية والاحتلال البريطاني مصر في جمعية هناك جمعية اسمها المؤامرة الوطنية المصرية سمت نفسها هكذا جاء في قانون الأساسي الذي ضبط من قبل المحتلين أن تقبل في عدوتها كل شخص مصري أو أجنبي مسلم أو مسيحي ويعني طبعا صحقت جمعية وأغلقت وأوقفت جميع ضعيفة أصلا وما ندري حتى من هو القائم عليها أنا ما أعرف من هو القائم عليها لكن كان الرجل هناك رجل هارب اسمه عبدالله النديم هرب هرب ولم يحاكم في المحاكمات العرابية وعاد بعد ظهور عباس حلمي سأتي عليه عباس حلمي الثاني إن شاء الله تعالى ثم نفي إلى إسطنبول بعد ذلك هذه يعني هذه كلها يعني بوادر خفيفة جدا على وجود شيء من الروح المعارضة للاحتلال الإنجليزي هذه الجمعية أو مجموعة ثبت أن لها مركزة في القاهرة ولها فروع في المنصورة والزقازيق وتطلع الواشون وتطوعوا إلى أن يخبروا المحتلين بأخبار هذه الجمعية السرية تخذ الإنجليز كافة الوسائل لتحطيمها بعض النفوس كان يسيطر عليها حالة من تذمر لكن كانت خارج البلاد مثل محمد عبدو وجمادي الأفغاني في باريس وسأتي على ذلك إن شاء الله تعالى وبعض جماعات من شبان القاهرة سمى أنفسهم الوطنيين الأحرار وانحازوا لرياض باشا ورياض باشا يعني ليس ذلك الذي يعتمد عليه ويؤمن منه شيء في الحقيقة لأنه كان يريد الانتقام وإعدام زعماء الثورة العرابية بل استقال من وزارة شريف احتجاجا على أن عرابي وصحبه لم يعدموا فتتكون على شخص مثل هذا لا قيمة له ولا يصنع شيئا اللورد كرومر كان يعتقد اعتقادا راسخا لمعتمد البريطاني في مصر أن الوطنية الحقيقية استمرت حية طوال مدة الاحتلال هو يعتقد هذا وإن كان صوتها خافتا إلى حد كبير طبعا هو معتمد بريطاني له الكلمة الأولى في مصر ويعرف من قبض عليه من الجمعيات ومن الناس وكذا لكن هذا كلامه ويقول بعض المؤرخين أن الاهتمام الذي أبداه الاحتلال نحو بعض النواحي المادية في مصر لو بلغ مهما بلغ ما كان يطفئ في مصر جذوة مناهضتها للاحتلال الإنجليزي وأن الشعور المصري أخذ يقوى فيقوى إلى أن ظهر بعد ذلك بأكثر من عشر سنوات من الاحتلال ظهر في صورة حركات وطنية يعني مصر بعد الاحتلال كان يمهد الاحتلال الإنجليزي فيها بقوة أن يثبت في مصر وكل كلام الذي كانت تقوله بريطانيا من رغبتها في الخروج كان كلاما كاذبا لا قيمة له لا قيمة له لأن ظهر ذلك سواء في حيث الجيش ونواياها نحو جيش المصري وعملها نحو جيش المصري وتحطيم جيش المصري تعطيل الحياة النيابية في البلاد التعليم وكان سيئا درجة عجيبة وتراجع تراجعا عجيبا جدا سأتي على أخبار التعليم في مصر آنذاك كانت أخبارا صعبة وصعبة جدا وضعوا مستشار في وزارة التعليم اسمه دنلب هذا الرجل كان قسيسا بريطانيا وفعل أفاعيل في وزارة التعليم المصرية وحطم التعليم المصري الحقيقي وأتى بتعليم ممسوخ وحارب الأزهر وحارب التعليم الديني هذا الرجل خطير جدا دنلب هذا الجيش التعليم المالية عبثوا بها عبثا كبيرا جدا مقدرات المصريين سرقت وثرواتهم الصحافة وسأتي على حلقة خاصة في الصحافة يعني ضيقوا عليها جدا فعلوا الأفاعيل بالشعب المصري وبحالة مصر والفضل الله تعالى بعد الاحتلال بعشر سنوات تدأت تظهر في مصر حركة ثم حركة وطنية يعني حقيقية نوعا ما سأتي على تفاصيلها في الحلقات أو بعض الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته